لم يأخذ الرئيس ميشيل عون لقب صاحب تاريخ من التناقضات بالصدفة فالتناقضات التي تختصر مصار عون السياسي تمتد حتى اليوم وهي دي المرة في ملف ترسيم الحدود حيث تخلى الرئيس عون عن الخط 29 الذي يشكل حدود لبنان البحرية وتراجع إلى الخط 23 بعد أقل من أسبوعين على أرسيل رسالة إلى الأمم المتحدة مثلت حين أعلن صريح بنقل التفاوض إلى الخط 29 لا صوت يعلو على صوت الانتخابات النيابية يدرك رئيس الجمهورية أن الطيار الوطني الحر طلح على انتخابيا وبناء على يساير ويساهم في كل قرار يعود إلى قبول من المجتمع الدولي وعلى هذه الخلفية جاء الترسيم ليس بناء على قرار سيادي أو خطوات سيادية أو تقنية أو لوجستية إنما لأهداف سياسية واضحة رفع العقوبات ولدي معلومات أن هناك من يعمل اليوم من قبل مقربين من الطيار ورئيس الجمهورية بغية إزالة العقوبات أمام رئيس طيارة الحر وتحديدا على ما قبل الانتخابات النيابية بأشهر قليلة وحتى الآن ليس هناك من إيجابيات في هذه المسألة ربما لاحقا يصار إلى تقديم تنازلات إضافية في محطات أخرى قبل الانتخابات النيابية وفي انتظار عودة رئيس مجلس أنويب نبيه بره إلى لبنان لاستخلاص موقف رسم ثلاثة حول الحدود البحرية جاء قرار عون صادما بما سيحرم اللبنانيين من ثروة نفطية وغازية ومن أليف الكيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية هناك انتقاص من السيادة في مجرى مؤخرا وتغير وتبدل في الموقف كان بإمكان لبنان أن يستفيد في مقابل أن حزب الله أيضا يتماهى مع العماد ميشيل عون وقال له بمعنى أنه يفوذه في اتخاذ ما يشاء وبالتالي أن حزب الله يفاوذ الأمريكيين بطريقة غير مباشرة عندما فوض شق التوم في التنائي الشيعي رئيس المجلس النيابي نبيه بره الذي اتخذ القرار بناء على تماهن وتناغم مع حزب الله أي هناك مسألة سياسية بمعنى أن حزب الله وحركة أمل والرئيس ميشيل عون والطيلة الحر مستعدون لإخدام على أي خطوة من شأنها أن تخفف العقوبات بحقهم لسيما بحق النائب يبران باسيل بحق قيادات من حزب الله لسيما أنها ارتفعت مؤخرا طالت رجال أعمال من الطائفة الشيعية الكريمة مولين ويدعمون حزب الله على هذه الخلفية مجتمعة جاء قرار الالتزام بالخطة 23 والذي ينتقس بالسيادة قد يمط العون حتى نهيت عهده في ملف ترسيم الحدود كي يقول أنه لم يقدم أي تنازل للجانب الإسرائيلي بحسب العريضة إلا أنه وتحت الضغوطات قد يتجه نحو الترسيم من أجل كسب ورقطي الانتخابات النيابية والرئاسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر